موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج من العراق عاش العراق ثلاث سنوات من تاريخه الحديث حربا استنزافية ضد عصابات داعش الارهابية التي عاثت في الأرض فسادا وقتلت وهجرت الكثير من العراقيين في المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الحرب لم تترك أثرا سلبيا على الجانب الأمن فقط بل فتحت المجال والباب أمام التدخلات الخارجية في شؤون العراقية ومن أبرز هذه الدول هي أميركا وتركيا التي تحاول قدر الإمكان تحقيق الأطماع العثمانية في داخل الأراضي العراقي محاور هذه الحلقة أحبة المشاهدين سنناقشها مع ضيفي بعد هذا التقرير العاشر من حزيران عام 2014 يوم لا ينساه العراقيون ألا وهو اليوم الذي دخلت جماعات داعش الارهابية إلى محافظة نينوى وسيطرت عليها بالكامل أقدمت داعش على ارتكاب مجزرة بعد سقوط المدينة حيث شن هجوما على ناحية بادوش الواقع شمال الموصل وسيطر على سجن بادوش وكان فيه نحو ألف سجين قد هربوا بعضهم أثناء الهجوم فيما أعظم نحو ستمائة وسبعون آخرين على خلفيات طائفية جرائم داعش لم تستم منها أي طائفة فقد قتل اليزيديين وسبى نساءهما وهجر المسيحيين وقتل آلاف العسكريين من الشيعة بعد توسعه في محافظة الأنبار وصلاح الدين وديالا وقد تشكل على إثر هذا الغزو الحجد الشعبي من قبل رئيس الوزراء نور المالكي الذي تنحى عن المنصب بعد أن منع من تولي ولاية ثالثة وإسناد المنصب إلى حيدر العبادي بدأ السلسلة من الضربات الجوية من قبل الولايات المتحدة وإيران وسوريا وبلدان أخرى وانتهت الحرب بإعلان الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها الكاملة على جميع المناطق داخل الحدود العراقية بمشاركة جميع القوات الأمنية من الجيش وشرطة الاتحادية والحجد الشعبية والبيشمرق الكردية إلا أن انتهاء الحرب على داعش لا يعني سيادة العراق في ظل الانتهاكات التركية المتكررة التي خلفتها هذه الحرب بذريعة حماية حدودها مع العراق حياكم الله من جديد العراق من حرب داعش الاستنزافية إلى ضربات تركية الاستفزازية محاور هذه الحلقة أحبة المشاهدين سنناقشها وإياكم مع ضيفي السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري مرحبا بك دكتور عياكم الله ورصفة طيبة الله يبارك بك دكتور بداية نتحدث عن انتهاء داعش وهذه الأزمة التي مر بها العراق وسوريا وكذلك أيضا تواجد في المنطقة يعني لم ينتهي بصورة نهائية أكو تواجد لهذه العناصر في المنطقة اليوم كيف ترى تاريخ عشر حزيران عام 2014 بسم الله الرحمن الرحيم يعني داعش منظمة إرهابية بلا شك في ذلك نعم نشأتها وتوسقها وتمددها على حساب دولتين قويتين وتملكان جيوش قوية مثل العراق ومثل سوريا حقيقة كان أمر يعني يثير مجموعة من التساؤلات طيب انطهنا انطباع أن هذه المنظمة قد عن مغطاة دوليا يعني لا يمكن أن تتمتع بقدرات ذاتية يعني لا العدد لا العدة تأهلها لاجتياح مدن عراقية وإقامة دويلة في العراق واشتاحت أيضا في أراضي سورية هذا من البداية كان عندنا مؤشر وأنا دائما يعني أرجح إنها صنعة غربية أكثر مما هي صنعة شرقية أكوة إيادة كانت تدعم نعم يعني يقال إنه لا هي ولدت من رحم الطائفية والمشروع الطائفي في العراق أقول صحيح هذه عوامل مساعدة صحيح يعني هاي دول مثل تجربة العراقية اللي انبنت على أساس المحاصصات ودولة المكونات والأعراف الدستورية أنا دائما أن أقول دولة المكونات قطعا دولة ترتبط بالظلم الاجتماعي لأن مكونات ماكو مكونات متساوية وسيكون مواطنين متساوين من ماكو مكونات متساوية إذن المكون الكبير يأخذ حقوق المكون الصغير وهذا يصير علة أو نقطة ارتكاز لمنظمة إرهابية مثل منظمة داعش لكي تستثمر هذا الظرف ولذلك يعني أنا كنت أتمنى يعني عشر حزيران هذه المناسبة اللي فرح بها أهل العراق وربما أغلب العالم فرح بهذه النتيجة لكن كنت ألوم بعض الجهات أقول النصر مو فقط عسكري النصر يجب أن يكون نصر سياسي النصر السياسي هو مراجعة التجربة اللي قامت في العراق ومراجعة قضية دولة المكونات حتى لا تكون أيضا سببا لولادة منظمة إرهابية أخرى تستغل مظالم هذه الطائفة أو تلك فكان يفترض أن تجرى مراجعة في 2014 كان يفترض أن تجرى مراجعة جادة للنظام السياسي في العراق وتصحح مساراته اللي ساعدت على ولادة داعش وفي المنطقة وخلت البعض أيضا من باب الثأر والانتقام ينضم إلها أو شباب ينضموا إلها تحت يافطة الفقر الوضع الذي لا يطاق هذا كله كان يفترض أن يتم معالجته بعد عشر حزيران حتى نجفف منابع مثل هذه التنظيمات وأكبر من هذا أنا دائما أقول لماذا لم يقابل هذا الانتصار العسكري انتصار فكري وعقائدي يعني ألاحظ الوسط الديني ما قام بتفنيد النظريات أو الأسس اللي قامت عليها ادعاءات داعش هاي مسألة جوهرية هذه تدخل في باب تجفيف المنابع تجفيف المنابع لأن لا بد أن تكون لهم أطروحة ومرتكزات ينطلق من خلاله يعطوها تأويلات وتفسيرات وذلك أنا حتى في قضية الإسلام وقضية التشريع دائما أقول أنه النص المقدس لا إشكال فيه الإشكال يأتي من الشريعة من الإضافات البشرية الشريعة المقصود بها الإضافات البشرية أو التأويلات البشرية على النص هذه اللي دخلت إنه بوابة دخلت من اعتداعش أيضاً بتفسيراتها البدوية تدخل يعني تنظيمات أخرى تجدلها مخارج في هذا المجال وإلا من ترجع للنص المقدس يعني كل فكر مرتكز على آية قرآنية اقتلوهم حيث ثقفتموهم طيب هذه مقولها سياق تأريخي وقلها ظرف معين هذا يتعلق بالتعصب الديني دكتور يعلم الناس الجنون وينما يمشون يقتلون المخالفين لهم هذا ماكوهيش نص مقدس دكتور التعصب الديني اليوم إلى أثر بهذا المجال طبعاً التعصب الديني حقيقة هو يعني هاي المنطقة للإنصاف كانت خالية من التعصب الديني نعم لأن تعرف على أثر حركات الاستقلال وحتى عدنا في العراق على أثر ثورة العشرين في مصر على أثر ثورة التسعة عشر وكذلك في سوريا ولبنان وكل المنطقة انبنت على أساس المواطنة كل دول تأسست على أساس المواطنة الدين والتعصب ما كان موجود الحقيقة في المجتمع ولا حتى عد الساسة ولا عد رجال الدولة ولا هو داخل في فلسفة أي نظام من أنظمة الحكم في المنطقة يعني على الإطلاق لكن للأسف هذا المشروع الغربي اللي هجم على المنطقة منذ مطلع سقريباً التسعينات وصعوداً بدأ يحرك هذه الكوامن بدأ يخلق لها الظروف المؤاتية لكي تنمو مثل النبتة النبتة ما تنبت لوحتها إذا ما تهيئلها الأرض وتسقيها ظروف مناخية وتسمدها وضيفها إلى كيمياوي ما تنمو بهذه السرعة فاغتنموا هذه الكوامن الموجودة في المجتمعات ربما لدى البعض وحركوها بمشاريع سياسية خلوا أن الطائفية وضعوا الطائفية في مشروع سياسي وجروا المنطقة إلى متاهات لا تنتهي فضلاً عن حمامات الدم والخراب اللي أصاب المنطقة برمتي هذا شوف الخراب طيب دكتور فيما حصل بهذا التاريخ بالتحديد في مدينة الموصل اليوم هل هو انسحاب عسكري أم خدعة أم جانب سياسي متفق عليه سابقاً ومن المستفيد؟ لا أشوف يعني أنا أحيلك إلى أول تصريح في الأيام الأولى أو ربما حتى في اليوم الأول نعم تذكر جيداً أنه داعش وصلت إلى أطراف بغداد كان أكو تهاوي مؤسسات الأمنية تهاوت أنا ذاك أسه شنو اللي صار يعني ما معقولة المقاتل العراق ما يملك كل شجاع تاريخ طويل للجيش العراق العراق اللي يقضى عمره كل قتال نعم من الثمانينات لحد الآن ضباطنا وكونوا في حالة حرب وقتال معقولة يهزمون بهذه الطريقة الأسباب اللي خلت هذا الأنسا أكو شيء حصل تسبب في انهيار المعنيات أنا تقديري الشخصي وأقولها بصراحة كانت مؤامرة لاستهداف الجيش العراقي بالتحديد هناك مؤامرة دائماً تستهدف الجيش العراقي وذا تلاحظ أذكرك بالانسحاب اللي صار من الأنبار شلون صوروه بوسائل الإعلام على أنه مهروب حتى التواصل مهروبين هربانين ضعوة الجيش العراقي ما معقوله يهرب أمام حفنة من هؤلاء ما يتجازون لهم 200-300 شخص أمام الثانيات عسكرية فأنا أعتقد اللي حصل هو استهداف للجيش العراقي بالتحديد وتعرف الجيش العراقي مطلوب ثأر من دول إقليم من دول دولية عن الأمريكان ما ناسين أنه تقاتلوا إياهم ولذلك استهدفوا المؤسسة العسكرية بهذه الطريقة وبعدها صار منه اللي صعد نجمة صعد نجمة الحجد الشعبي أكيد الفتو الآن صار رديف الحجد الشعبي صار رديف رديف إلى الجيش العراقي الآن انتبه على ما يحصل الآن أكو جهد مكثف لإحداث حالة من التصادم ما بين الجيش والحشد إذا أشوف أكو شغل في الآمن الأخيرة ظهرت في الآمن الأخيرة بدأ الشغل تسلم السيد الكاظم بدل ما يتم الجهد على توحيد هذه الجهود وتكوين مؤسسة أمنية موحدة بدأ الشغل على خلق فتنة طبعا هذا أيضا جزء من استمرار لضرب الجيش العراقي دكتور اتحدث عن هذه الفائدة من المستفيدة اليوم الجهات التي تستفيد من هذه الفتنة ما بين الحشد وما بين الجيش العراق طبعا تستفيد الدول التي تريد إضعاف العراق وأظن أهم الدول التي ساهمت بإضعاف العراق أولا إسرائيل استفادت من ضعف العراق يعني المستفيد رقم واحد لأن إسرائيل من انضرب العراق ولحد اليوم هم في بحبوحة أمنية ما عاشوها في عمرهم أنت تعرف وفروا من موازنة الدفاع من انهار العراق من موازنة العراق وفروا ما يقرب من حوالي 15% من موازنة وزارة الدفاع مستلزمات 15% تعرف من إشقات 15% من ميزانية إسرائيل البالغة 300 مليار دولار من خلال العراق من خلال ضرب العراق إشقات خفف عنهم الجهد الأمني هاي كلها وين تحولت؟ تحولت للجامعات والبحث العلمي وإحنا ملتهين يعني بعسكرة عسكرة المجتمع وتدمير الجامعات فالي استفاد الأول هو إسرائيل استفادت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من هذه النقطة يعني لا عليكم ممورات يتحدثون بطريقة أخرى لكن في الحقيقة إبقاء الوضع بهذه الطريقة يضمن الهيمنة الأمريكية على العراق وإلا يعني أمريكا قادرة تسحق أي مؤسسة تسحق أي دولة بقواتها قوة كبيرة وممكن أن تضرب لكن ليش ترك كل الأطراف تعمل على الساحة ما ضربت أي طرف من الأطراف لأنها تستفيد من حالة الشد تستفيد من حالة عدم توحد القرار الأمني العراقي مدام ما متوحد واشوف أسأل كل الاستهانة بالدولة العراقية لأنه القرار الأمني ما موحد يعني أنت شايف العالم الثالث كله كل العالم الثالث وحتى الوطنية العمود الفقر للوحدة الوطنية هو الجيش في كل العالم الثالث مو مثل الغرب لما الجيش الآن هو ما يملك القدرة على التحرك في كل مناطق العراق ما يملك القرار الكافي للتحرك يعني يريد يروح مثلا هسا أكو اعتداء تركي على الأراضي العراقية يريد يروح مثلا إلى كردستان يدافع لازم يستحصل موافقة برلمان الإقليم حتى يدخل طيب دكتوري الاستقرار الأمن في العراق اليوم هو عدم الاستقرار عفوا هو سبب في استقرار الدول المجاورة أو من المصلحتها أنه عدم استقرار العراق لا هو شوف هذا خطأ استراتيجي ترتكب دول المنطقة عدم استقرار العراق معناه يجعل كل دول المنطقة هدفا لاحقا لعدم الاستقرار عدم الاستقرار يلحق الضرر بكل دول المنطقة يلحق الضرر بالتركيا بإيران بالسعودية بالكويت بسوريا بالأردن كل دول الجوار تتأثر بعدم الاستقرار فاللي عنده حسابات من هذا القبيل لا يتوقع أنه هاي النار ما راح تأتي ستأتي وراح أذكرك بشيء سوريا أيضا كانت يعني متورطة بالملف العراقي كان عليها الدور في الملف العراقي تمام وصلتها النار لماذا وصلتها الآن ما صارت الفتنة في سوريا الآن ما كل جيوش العالم دخلت على في الأراضي السورية اللي هم الروس اليوم موجودة والأمريكان والإسرائيليين وغيرهم وغيرهم موجودين على الأراضي السورية بينما قبل عدة سنوات كانت سوريا في منأة ويمكن أكثر دولة كانت مستقرة في المنطقة هذا اللي حصل في سوريا ممكن أن يحصل في الدول الأخرى من الجارة في ذلك دول المنطقة دول المنطقة يجب أن تتحلى بالحكمة وبعد النظر أنا أعتقد من الضروري دول المنطقة أن تعقد مؤتمر مؤتمر يكرس لآليات استقرار العراق طيب لأن هذا جزء من أمنهم الوطني نكتور سنتحدث أكيد معك حول استقرار العراق وأيضا عن تواجد داعش في المنطقة هل لا يزال متواجد لكن بعد هذا الفاصل حبت المشاهدين فاصل ومن ثم النعودة رجعنا لكم محبة المشاهدين بعد هذا الفاصل أرحب بك من جديد دكتور اليوم نتحدث عن تواجد داعش في المنطقة هل لا زال متواجد أم هناك يعني قضاء لهذه المجامع الإرهابية للأبد وبشكل خاص نتحدث عن سوريا والعراق كون عانى ما عانى في ظل هذه الثلاث سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة هذه المنظمة إذا لم تجفف منابحها العقائدية والفكرية صعب أن نتحدث عن غيابها من المشهد السياسي طيب هذه خاضت معارك عسكرية والمعارك العسكرية فر وكر الآن اندحرت في العراق اندحرت في سوريا انتقلت إلى ليبيا انتقلت إلى مصر إلى جنوب مصر إلى سيناء هاي المنظمة ينبغي العمل على تجفيف منابحها العقائدية والفكرية عند ذاك حتى لا تكون يعني تجدد نفسها بنفسها هي تجدد نفسها بآليات معينة يجب أن نفهمها أولا الآلية العقائدية هذا جانب هذا الجانب هذا دور رجال الدين والطبقة المفكرة طيب طبقة المفكرة ليس بس رجال الدين لازم يفندون المرتكزات الدينية العقائدية التي تستمد منها سلوكها السياسي يبينون في كل قضية حكومها الحقيقي المعتدل اثنيا يشتغلون دولة المكونات وما يترتب عليها من مظالم اجتماعية هذا جانب هذا يضطرنا إلى أحداث إصلاح سياسي في العراق والعودة إلى دولة المواطنة الثلاثة يستغلون حالة الإحباط اللي يعيشها الشعب العراقي وحتى الشعب العربي والشعب المسلم حالة الإحباط وضع اقتصادي سيء فرص عمل منعدمة هذه صير بيئة مناسبة لاستقطاب الشباب العراقيين يعني ستشوفوا شقد شباب عراقيين اشتغلوا في مجالات حتى العرب في كل العرب والمسلمين والعراقيين على حد سواه هذه معادلة يعني أشبه بالقانون مدام أكو فقر مدام أكو فقر وأكو جهل معاه ممكن أن تكون هذه أرض مناسبة لاستقطاب الشباب لمثل هذه الحركات المتطرفة ولذلك هسا أنت اشغل الشباب وفرهم حياة كريمة وارفع من مستواهم العلمي والثقافي ليصبح أكو استقراء ما تلقي يعني واحد يروح يشتغل مثلا في أطر خارج إطار القانون نعم يعني أنت الشاب حتى أنا مرات أستغرب من سياسات الدول بما فيها سياسات الحكومية العراقية أقولهم ترى الصرف على الشاب أقل تكلفة من الصرف على الحرب أكيد يعني أنت لو تستقطب الشباب وتحرك الاقتصاد وتجد لكل شاب فرصة عمل نعم وتقدر توفر له سكن مناسب هذا العمود البناء العمودي وجيب شركات وبيع لهم بالأقصاط ووطنهم وخليه وفر له تسهيلات للزواج الشاب من يسكن وعد عمل وعد أسرة تصور هذا بعد يفكر أن يذهب إلى حركة متطرفة لو رح يحرص على أولاده ويحرص على بيته لكن لما هو بالعراء لا أسرة لا دخل لا بيت يعني شنون تتوقع من عندما يعني وفوق كل هذا ما ما تعلم بشكل جيد يعني تعرف صار تدمير يعني ممنهج للتعليم في العراق وللتعليم العالي أيضا فصارت بيئة هاي البيئة لو تصرف عليها أقل من صرفك على مستزمات الحرب طيب دكتور وأيضا تنقذ شبابنا من الوقوع في مثل هذه مثل هذا الفخ طيب دكتور اليوم نتحدث عن سيناريو داعش اليوم أكمل مخططاته يعني بشكل كامل أم لا زالت منقوصة داعش أنا تقدير الشخصي هي قوة متنقلة هي قوة متنقلة حسب ما يطلب منعتها المخرج يعني أنت تلاحظ وإحنا يمكن إحنا العراقيين أكثر ناس نعرف يعني ما هي هذه الحركة لأن صار عندنا احتكاك قوي معها وحرب يعني حرب طويلة ودموية تلاحظت بعد تحرير الموصل شلون اختفت يعني الرموز واختفى المقاتلين طيب هذا من اللي شنو يعني تبخروا ونرفعوا لين للسماء وين صاروا معنى أكو مخرج أكو جهة تدير هذه المنظمة وتنقلها من مكان إلى مكان كنا نسمع عن أعداد يعني كبيرة لداعش أذكرك نسيت قبل قليل قل لك ونسيت باليوم الأول لما وصلوا إلى أطراب بغداد طلع الرئيس الأمريكي كان في وقته أوباما قال جملتين قال أولا لن نسمح لداعش أن تتمدد على أكثر من أطراب بغداد طيب وهذا حصل حصل بالتأكيد حصل ثلاثة اثنين قال إنهاء هذه الحلقة يستغرق ثلاثة سنوات وبالتأكيد ثلاث سنوات صارت ثلاثة سنوات يعني مثل ما حدد السيناريو طبعا طلعت بعض التصريحات الأخرى للتمويه واحد قال هاي تاخذ عشر سنوات واحد قال هاي تاخذ ثلاثين سنة العراق كان قادر على مواجهة داعش بلا شك بلا شك طيب لماذا التجأ للاتفاقيات حول الولايات المتحدة الأمريكية والقصف الجود؟ الخلل في البناء السياسي كانت هناك اتفاقية؟ طبعا الاستعان بالقوات الدولية بالحقيقة احنا نسميها قوات الدولية واستعان بالقوات الأمريكية طيب اتفقوا مع القوات الأمريكية تغطيهم بالمعلومات وتغطيهم جويا وحتى على الأرض للاسف يعني هذا العراق العظيم يعني من أجل مكافحة عصابة ارهابية نستعين بالعالم حتى عليها هذا لأنه عندنا خلل لأنه عندنا خلل في البناء السياسي الخلل كل الخلل عندنا في البناء السياسي اللي أثر على المؤسسة العسكرية وعلى المؤسسات الأمنية وعلى التعليم وعلى الإنسان وأستر على حالة الفقر فلذلك أنا ليش قلت لك أنه ما يكفي الانتصار العسكري كان يفترض أن يقابل انتصار سياسي ذي هو مراجعة التجربة حتى لا يتكرر هذا المشهد المأساوي مرة أخرى لازم يعني نتعظ من هذه التجربة ما اتعظنا من هذه التجربة لا زال هذا الشباب الثائر اليومية محوط المنطقة الخضراء أو في ساحات المحافظات طيب يعني إلى متى هذا؟ من 2011 إلى اليوم صار لثمان سنوات طيب دكتور بعد انهاء داعش وأزمة داعش في المنطقة وتحدث عن العراق بشكل خاص وجدنا اليوم انتهاك للسيادة العراقية من قبل القوات التركية واستهداف لقوات حرس الحدود في شمال العراق اليوم أين الموقف الحكومي الرادع لصد هذه الهجمات؟ الحكومات مو بس هاي الحكومة للانصاق كل الحكومات العراقية المتعاقبة من 2004 صعودا ما رسمت معالم وآليات أو سياقات دولة طيب يعني من يدخل الجانب التركي بعضهم يأيده وبعضهم يكون ضده من يدخل الجانبين بعضهم معه وبعضهم ضده من يجي الجانب الأمريكي بعضهم معه وبعضهم ضده يا أخي هاي مو سياقات دولة سياقات الدولة أي طرف خارجي لا يجوز أن يتدخل بالشأن العراقي ولا يجوز أن ينتهك السيادة العراقية مهما كانت تسميته ومهما كانت صلتك أنت الطائفية أو العرقية فيه طيب فإحنا بما أنه نتصرف كمكونات وليس كدولة بلا شك تركيا وغير تركيا يستوعفون الدولة العراقية ليش في تاريخ الدولة العراقية ما كانت تقدم تركيا على العراق بهذه الطريقة لكن الآن بدأ الاستضعاف اثنين هناك مشكلة أيضا لم تحل مشكلة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة تقليم كردستان اللي هي هناك مشاكل كثيرة يعني صارين كأنما دولتين وليس دولة واحدة من الممكن أن تطلب حكومة الأقليم يعني يد العون والمساعدة؟ ما رح تطلب ما رح تطلب لأنه ما يكون ثقة بين الطرفين بين حكومة المركز وأقليم كردستان نعم ما يكون ثقة بين الطرفين ما رح تطلب يعني دخول قوات عراقية إلى المنطقة طيب فأيضا حل هذا الملف يعزز من أمن شمال العراق لما أكو صراع بين الإقليم يعني سأكون نقطة إحنا خطأ فينا الأمن القوم التركي ما يخدم مصلحتها؟ لا هو يعتقد أنه الخطر الأكبر عليه هو حزب العمال كردستان وما مصنف داعش الخطر الأكبر مصنف حزب العمال لكن قاعدة داعش أوسع أنا ما أتفق على قضية التصنيفات أنا ما أقول عليها لا منظمة إرهابية ولا غير إرهابية هذه تصنيفات قابلة للخلاف تعرف كانت منظمة التحرير الفلسطينية يسموها إسرائيلي منظمة إرهابية ونحن نعتبرها منظمة مناضلة ومجاهدة وكذا أكو مشكلة الحقيقة بين حزب العمال وبين الحكومة الكردية التركية هذه المشكلة طولت وما في الأفق حل إلاها يعني الأتراك عدتهم مشكلة تسمى بالمشكلة الكردية ما حلت لحد الآن طيب وهي واحدة من معوقات دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي واحدة من احتجاجاتها اللي ما يقبل تركيا في وسطها يقولهم حلوا مشكلة الكرد عدكم والكرد في تركيا ممثل في العراق يعني عدتهم يزيد عن العشرين مليون مواطن يعني عدد كبير أربع خمس أضعاف أكراد العراق طيب فهذه المشكلة ما تنحل بطريقة إلغاء الهوية يعني احنا بالعراق جربنا مشكلتنا الكردية حروب ومدرأش وحلول ترقيعية كلها ما نفعت من الممكن أن يكون حوار بين الطرفين؟ لا بد أن يكون حوار ويبقى مواطن يعني حزب العمال يبقى مواطنين أتراك طيب فلا بد أن يفتح حوار أنا أقول يعني هاي المشكلة دا يدفع ثمنها العراق خرق للسيادة يعني هذا الاجتياح الحجة مالتا واللي ما تقدر تعترض عليه إنه أكو حزب العمال وقبل فترة هم سووا عملية قتلوا مجموعة من الجنود الأتراك هاي من اللي سمح لهاي المنظمة أن تتواجد على أرض العراق يعني لحد الآن الخارجية العراقية ما توضح لنا الصورة نسمع اتهامات طيب دكتور أما موقف رسمي أستريد نفهم الموقف الرسمي حتى نقدر نعالج المشكلة يوم من المفترض أن تكون هناك تفاقيات ما بين الجانب التركي والعراقي حول مكافحة هذا التواجد من قبل الحكومة العراقية بطلب من الجانب التركي هذا أكو صار بالنظام السابق صار اتفاق في عهد صدام حسين نعم صار اتفاق مع الحكومة التركية وأعطي للطرفين حق التغلغل لمدى 20 كيلو متر داخل أراضي العراقية بالطرفين طيب يعني العراق أيضا يقدر يدخل بالأراضي التركية بالأراضي التركية جاي والأتراك أيضا يقدرون يدخلون 20 كيلو ولكن للمطاردة ور العودة يعني مو الاستقرار كانت اتفاقية بهذه الطريقة نعم يعني تشعرون أمنكم في خطر ادخلوا 20 إحنا إذن نالكم ادخلوا 20 فقط ملاحقة بس تلاحق وترجع طيب مو تسوي معسكرات و تسوي مراكز نفوذ و مواقع عسكرية نعم ما كانت تصير يعني سابقا هسا أبقوا هاي الاتفاقية هسا الاتفاقيات هي من يروح النظام الحكوم اتفاقيات تبقى قائمة باقي يعني اتفاقيات على عاتق الدولة مو على عاتق النظام أكيد فنظموها عيدوا النظر فيها اتفاهموا عليها مرة أخرى شوفوا شنو اللي استجد و طبعا ماكوش يستجد إلا أنه استرعفوا العراق أكد تفاقيات سرية ربما يعني ما بيها علانية للملأ أو للشعبين العراقي و كذلك أيضا ردود الفعل العراقية توحي بذلك طيب ردود الفعل العراقية واهنة جدا أنا ليس ألتك هذا السؤال توحي بذلك أنا لا أعلم لي إن كان يوجد أو لا يوجد هسو هذا الموقف الضعيف راجع من شعور بالضعف لو أكد تفاقيات سرية مثل ما تفضلت جنابك هذا يخلينا نشك أنه قد تكون هناك العراق مو ضعيف نعم حتى في هذا الوقت يستطيع أن يدافع عن نفسه حتى في هذا الوقت حتى في هذا الوقت أكيد بعد هذا الفاصل حبث المشاهدين فاصل ومن ثم أن نعود رجعنا إلىكم محبة المشاهدين بعد هذا الفاصل أرحب بك من جديد دكتور نديك دكتور هل لا زالت الأطماع التركية والعثمانية في المنطقة حاضرة وتسعى الحكومة الحالية التركية من خلال تحقيق هذه الأطماع في داخل أراضي العراقية والله هو واضح أنه العقلية العثمانية بدت تتصاعد تقريبا من صعود الإسلاميين في تركيا هاي الحقبة اللي بدأ يتصاعد الحقيقة العقلية العثمانية بشكل ملحوظ جدا لذلك بدأ مثلا الرئيس أردوغان بدأ يتدخل في مناطق بعيدة حتى عن تركيا يعني ليست محاددة إلى تركيا بدأ يرعى حركات الأخوان المسلمين والبعض طبعا يتحدث أنا ما أريد أن أتحدث من باب الاتهامات يتحدث عن داعش والعيد داعش هذه ما تابتها عندنا هذه مجرد أقاوي لكن الثابت عندنا هو دعم الحركات الإسلامية يعني جميع الأخوان المسلمين سواء في مصر ساءت في مصر لأنه المصريين أسقطوا الأخوان المسلمين خلال سنة واحدة والآن التدخل في ليبيا شوف الدعاية المضادة ترى انتهت سياسة الباب العالي أطراف الليبيا من يتحدثون معناش أدركوا أن العقلية العثمانية وصلتهم هذه القصة أنا أعتقد راح تثار مع العراق وللأسف أنا ألاحظ أن الساسة في العراق لا يملكون أفقا سياسيا بعيدا طيب أكو مشكلة قادمة بين العراق وتركيا ومشكلة كبيرة اللي هي هي انتهاء نفاذ اتفاقية الموصل اللي هي عام عام 2023 تنتهي الاتفاقية تنتهي الاتفاقية طيب إزيان ماذا نعمل لو أنها طالبت بولاية الموصل اللي هي الضم الموصل وكركوك وأربيل وسليمانيا وادهوك ماذا أعددنا لو أنها وضعت اليد عليها لو اشتاحتها دكتور هذي هذي مشكلة طبعا يعني هتعرف أنها بها بعد قانوني اتفاقية انتهت انت محدد لها سقف زماني مئة عام راح تروح كل المنجزات اللي قدمها فيصل الأول الله يرحمه هذه الاتفاقية في زمن الملكية نعم فيصل الأول ونور السعيد اللي عقدوها طيب يعني هم يعني اللي أنتجوا هذا الاتفاق واللي ضمنه خمس محافظات عراقية ضموها إلى العراق هذه مشكلة قادمة راح تبين بيها العقلية العثمانية أكثر لأنهم يعتقدون هاي بعده جزء من يعني جزء من أملاك تركيا وألفت نظرك إلى قصة قانونية نعم بالهدنة هاي الأجزاء ظلت ضمن الأراضي التركية بالهدنة والإنجليز احتلوها بعد الهدنة فذلك هم ما ما يعترفون بقانونيتها ولا بقانونية ضمها إلى العراق طيب ولذلك يعملون على استعادة هذه المنطقة بأي شكل مشكاله وأنا أعتقد هذه مشكلة قادمة وذلك أنت تشوف يعني تتصور أنت مشكلة المياه في العراق ويوميا يقولون راح نملي سد أليسو أليسو نعم يعني هي القصة صدقية أنهم محتاجين سد أليسو بحيث يقطعون عننا الماء يقطعون الماء عن سوريا له هي ورقة سياسية هي ورقة سياسية تستخدم طيب حقيقة ممكن أن تنظم القصة يبنون الساد وممكن أن تصل حصصنا المائية بشكل طبيعي نفس القصة الآن تتكرر بين مصر والسودان وأثيوبيا اليوم على نهر النيل شنو أثيوبيا؟ هس يعني صدفة بدأوا يفكرون ردان سوي ساد مثل ساد أليسو أكو محركات دولية تتخلق مشاكل اليوم اقتراب هذا الموعد موعد الاتفاقية ما بين العثمانين والجانب العراقي هو سبب جعل تركيا تتوغل داخل الأراضي العراقية؟ قد يكون هذا واحد من الأسباب تعرف اللي يتواجد على الأرض يتواجد على الأرض ورقة التفاوضية تكون أقوى بالتأكيد لذلك أكو مبدع في إدارة المفاوضات يعني مفاوضات من تجري شون تنكسر إرادة الطرف الآخر مرات بالمفاوضات هذا يعند والطرف الثاني يعند ما يصلون الحل من اللي ينتصر بالنتيجة؟ اللي أدى قدرة على العودة للميدان اللي يقدر يرجع ويقاتل العالة راك عزم قدرة للعودة للميدان وقدرون يقاتلون طيب من الممكن أن تدخل أطراف خارجية في هذا المجال؟ ممكن لحل هذه الأزمة؟ ممكن ممكن تدخل المنظمة الدولية ممكن تدخل بريطانيا باعتبارها هي الراعية وممكن تحرك الجانب الأمريكي حتى لا تحصل مشكلة كبيرة في العراق بس يعني أنت تلاحظ الدبلوماسية العراقية والسياسة العامة الحكومية ميتة في هذا المجال تسمعت فد وفد دا يتلافى هذا الأمر قبل أن يحدث شفت موقف حكومي عراقي أو دبلوماسي أو شيء حتى الآن لم يصر تحرك على العالم وقال يا بخليني تلافى الأزمة اللي ممكن أن تندلع بيننا وبيننا تراك عام 2023 تا 2023 عن فتح غمض راح تجيك ثلاث سنوات راح تجيك غير تعدل هالعدة غير تحرك تحرك ماكنتك الدبلوماسية والسياسية وتحرك وثاقك وتحيي ملفاتك لأن هذا ملف صراع مؤجل طيب دكتور حتى هذا قد يشعل حرب يعني هذا مو قصة خلاف مو توغل تركي إطارة حزب العمار ضم أربع محافظات هذا يعني جزء من العراق ربع العراق تقريبا يمثل هذا الجزء طيب دكتور حتى الآن لم نسمع موقف أو بيان للحكومة الكردية في أربيل بما يخص توغل التركي في داخل أراضي العراقية السبب اليوم الحكومة الكردية حكومة الإقليم أولا خلي نحكي اللي بصالح طيب هي المسؤولية الأمنية في واقع الحالية مبعاتقها يبعاتق الحكومة الاتحادية قادر الحكومة التحادية أن تدخل داخل أراضي الكردية؟ دستوريا دستوريا أمن الحدود أمن الحدود بيد الحكومة الاتحادية هسا القوات الكردية يعني هي اللي تدير هذا البلف هذا معنى أكو قصور وعجز في الحكومة الاتحادية وإلا الأصل كل حدود العراق يجب أن يمسكها الجيش العراقي هذا سياقات كل دولة من دول العالم طيب شعيف لك دولة يعني تمسكها شرطة محلية ماكو شرطة شرطة محلية مسؤولة عن المدن الجيش مسؤولة عن الخارج فهذا عذر لهم يقدر يقول لك آه نعمو مسؤولي مسؤولية الحكومة الاتحادية يعني من يصدر موقف هو ما يصدر من الأقليم هو يصدر من وزارة الخارجية إذا تريد تقدم شكوى لمجلس الأمن خوة ما حكومة الإقليم تقدم الشكوى ما حد يشكيها طيب دولة أنت حكومة مو حكومة يعني مو دولة مستقلة حتى تقدمون فعدم وضوح العلاقة ما بين الحكومة ليش في مستهل هذا الحديث قتلك واحدة من استضعاف الدولة العراقية يسوء العلاقة ما بين الحكومات الاتحادية وحكومات الإقليم هاي وحدة من الأسباب طيب فالمشكلة مشكلة حكومة اتحادية شكرا بس هذا ما يجعل الأمر أن تصل أنقرة إلى التعدي وتخطي الخطوط الحمراء في داخل أراضي العراقية وانتهى كالسيادة واني أقول شوف أنا من فترة طويلة قلت هو خلي نحدد مصالحنا ويحددون مصالحهم احنا عدنا مصلحة جوهرية مع الأتراك عدنا تبادل تجاري نعم واسع وعدنا قضية المياه هذه قضية حيوية تدخل بالأمن الوطني العراقي حتى الجانب الاقتصادي والجانب الاقتصادي بوابة تركيا بوابة من بوابات الاقتصادية العراقية طيب فأكو قضايا احنا قادرين على مساعدتهم فيها يعني لابد أن يحصل تفاهم بين الحكومة العراقية وبين الحكومة التركية على وضع حل لمشكلة حزب العمال خواه ما يبقى حزب العمال وبال على العراق ووبال على تركيا أكو فائدة من قبل حزب العمال كردستان وتواجدة في داخل أراضي العراقية للحكومة العراقية ما مستثمري يعني والحكومة العراقية حتى أوراق الضغط ما تستخدمها يعني حتى هذه الورقة ما استخدمتها مثلا بانتزاع حقوقنا المائية طيب شنو اللزوم اليوم من تواجد قلت لك أنا ما أدري يعني مبهمة القصة عندنا يعني لحد الآن ماكو أحد عنده رأي يقين أنه هذا التواجد بموافقة حكومة الإقليم لو بموافقة الحكومة الاتحادية ما نعرف لحد الآن يعني حتى الطرفين واحد يلقي بالمسؤولية على الأخرى الأمور غامضة غامضة طيب ليش غامضة في محاية السيادة العراقية سيعد العراقية مختصاصكم أنتم الحكومة الاتحادية حتى ذا حكومة القريم هم تروح تتفاهموا إياهم يا بأ أنتم مثلا ليش هالشكل هذه قصة المفروض رحنا نوافق عليها فهذا الملف لازم يحل يعني يتم تسويته مع الجانب التركي بطريقة أو بأخرى العراق ممكن أن يبقى سوق مفتوح أمام البضاعة التركية وممكن للعراق أن يستخدم نظرية المنفعة في حل إشكالاته مع تركيا يعني مثلا يبقى الأنبوب النفطي للتصدير العراق يمر عبر الأراضي التركية تستفيد منها تركيا كثيرا ممكن عقد صفقة معها على غرار الاتفاقية التي حصلت مع الجانب الأردني يعني تزويتهم بنسبة من النفط بأسعار مخفضة هذا كله ممجانا العراق مصدر للجانب التركي من ناحية البترول أي طبعا يصدر له عبر جيهان فالعراق يستطيع أن يرعب هذه الأوراق عند ورقة حزب العمال عند ورقة الاقتصادية يقدر يلعبها بشكل جيد طيب إذا أحسن يعني التعاطي معها بشكل جيد هذا ما يعطى يعني مجانا هذا يعطى مقابل اتفاقية جديدة تعقد ما بين العراق وسوريا وتركيا يتعلق بالحصص المائية بحيث تبقى مجاري دجلة والفراد كما كانت قبل خمسين سنة طيب دكتور كل هذه الأوراق يعني المتاحة للحكومة العراقية اليوم نحاول معرفة الضعف يعني سبب ضعف الحكومة أو الحكومات التي تعاقبت على سده ضعف بنيوي نظام سياسي هش طبقة سياسية أغلبها غير مؤهلة لإدارة البلد يعني ما أقول كلها بس أغلبها ما مؤهلة لإدارة البلد عقلية سياسية هشة ما قادرة على إدارة كثير من الملفات يعني ثاني مرات يسألوني على ملف معقد هذا مثلا ملفات المعقد أقولهم يعني أنا خلأ أستخدم نظرية القياس طيب أقولهم يعني هو اللي ما قدر يحل مشكلة مع البقالين اللي مشكلة البطاقة التموينية ما أعرف يجد لها حل راح يحل مشكلتنا مع تركيا يعني هاي مشكلة البطاقة التموينية لو تطيها خمس تجار من الشورجة تقولهم تطيهم الفلوس يوفرون لك البطاقة ونوعيات زينة وكميات طيب هذه الشخصيات السياسية التي تتواجد الوزراء السادة النواب حتى هذه اللحظة لم يجدون حل لمسألة الجانب التركي أولا يجدون قتلك يعني واحدة من الأسباب عدم الأهلية طيب السبب الآخر ماكو عقلية يعني يعني ما نتصرف ضمن سياقات دولة نتصرف ضمن سياقات طوائف نعم وهذه سياسة مغلوطة دولة ما تختزلها بطائفة دولة دولة تحتوي مجموعة طوائف تحتوي مجموعة أعراق أوكي لكن أن تتصرف على بهذه الطريقة على أننا دولة طوائف يعني طائفة تفرح بالتدخل التركي وطائفة تزعل من التدخل يعني هذا هذا ليس منطق دولة طيب اليوم كيف ترى مستوى العلاقات من الجانب التركي والعراقي مستقبل يعني إذا أحسنت الدبلوماسية العراقية استخدام أدواتها أنا أعتقد بمقدورنا أن نؤسس لعلاقات ناجحة مع الجانب التركي جانب التركي يستطيع أن يقدم لنا الكثير طيب نستجيب لهوادسة نلبي مطالب الاقتصادية وبالمقابل هو يلبي أيضا مطالبنا الأمنية والاقتصادية أوراق مفتوحة طاولة مفتوحة نتحدث معهم هاي مصالحنا وهذه مصالحكم تعالوا نقايض هذه بهذه الجانب التركي جانب عاقل ترى وعند الاعتبارات الاقتصادية والأمنية جدا مهمة وممكن أن يأتي معاك إذا قدمت له مغريات أمنية ومغريات اقتصادية هاي الأوراق بيد العراق وممكن أن يستخدمها على أن يضع رجال مناسبين يديرون هاي الملفات مو هاي الأحزاب أتباع هاي الأحزاب يديرون هاي الملفات رجال دولة محترفين يديرون هاي الملفات بمهارة المفاوض أنا احنا نسمي في العلوم السياسية المفاوضات نسميها أيضا نوع من أنواع الحرب ولكن بصياغ سلمية فالحرب تحتاج إلى أدوات أنت تتفاوض مو تروح بل أدوات لازم عندك أوراق تلعبها وتملك القدرة للعودة للميدان إذا غلقت أبواب المفاوضات فأنت شو وقت راح تقدر ترجع للميدان وأنت السلطة الأمنية مجزئة والسلطة السياسية مجزئة وصراعات سياسية على أشدها وصراع مكونات يعني لملم وضعك الداخلي ولملم أوراقك واذهب مع الجانب التركي وخوض مع مفاوضات أحسن ما تصل إلى مراحل لا يحمد عقباها نعم السياسي المستقل الدكتور نديم جابري شاكرين تواجدك معنا في هذه الحلقة ونحن مجمع من العرق شكرا جزيلا فرصة طيبة لكم نعم أحبت المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع تظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج من العراق إلى ذلك الحين أستودعكم الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر